إلى ذلك أكد القائم بعمال السفارة السعودية في كابول مشاري الحربي أن دولة قطر تدعم حركة طالبان في أفغانستان والمجموعات الإرهابية الأخرى ما أدى إلى اشتعال الفتن داخل البلاد وأكد الحربي امتلاك السعودية لأدلة على دعم قطر لحركة طالبان الأفغانية وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة وقال الحربي أن السعودية وبعض دول الخليج الأخرى تبنت موقفا مناهضا للإرهاب لضمان سلامة شعبها وأمنها واعتبر الحربي أن مكتب طالبان في قطر يعمل خارج اختصاصاته السياسية مؤكدا أن السعودية تعتبر حركة طالبان تنظيما معاديا للحكومة الأفغانية